احساك سؤالك شايلهولك من قبل ما اجيهنا للحلقة دي النهارة احمد شكري والشهابي دين احمد الاسمين دول تحديدا كانوا من اهم المواهب الصاعدة في مصر والناس كلها كانت متفقلة جدا واسماء كبيرة ورائعة وقدمت فعلا اداء مع النادي الاهلي محترم جدا حتى مع الفرق اللي اشتغلتوا معها كان اداء محترم جدا بس ايه اللي حصل في مشهور احمد شكري تحديدا بس الفترة اللي زي ما انت بتتكلم فيه ممكن انا والشهابي ممكن عشان طلعنا في وسط جيل طبعا من احسا ليال جات في مصر طبعا فكان طلعت في جيل كله نجوم كبيرة لرغم كل ده الحمد لله شاركنا وقدرنا ان نلعب وكن ممشيين بصورة كويسة بس الفكرة كلها جات في وقت النادي الاهلي كان فيه شوية اهتزاز ان مدربين كتير مشت ومدربين جات وعرف كانش فيه استقرار في النادي الاهلي فالفترة دي انت عارف بقى كنت بتشارك شوية وطوعة فترة كبيرة ما تشاركش فالدنيا ما كانتش متزبطة فدا اللي حصل يعني ان احنا دا ما خلناش المسيرة بتاعتنا تكمل وكان واحد نفسه ان هو كان يكمل طبعا يعمل تاريخ في النادي الاهلي لكن الحمد لله زي ما انتا بتتكلم لما مشينا الحمد لله الواحد عمل انت كنت مشيت من الاهلي بمزاجك ولا مشيت الاهلي هو اللي طلب منك انك تكون مش بول لا والله يمكن هو موقف طريب شوية مع الكابتن على عبدالصادق يمكن هو اتكلم معي كان هو كان فضل اخر يوم في الكيد فهو كان قريبا كان فيه خمس لعيبة يعني الكابتن عليها يتكلمهم واستغنع عنهم فانا سابني للاخر ان هو كان عايز اطلعني اعارة بس انا قلت له لا انا كنت نفس بقى ان انا عايز العب واشارك بصورة كبيرة وكده قلت له لا لو حضرك شوف لو انت مش هتايدني خلاص انا سابني هروح الحتة اللي انا عاوزها فكان بيارد علي ان انا اطلع اعارة واسمي موجود في الاهلي يمكن الواحد شوية كان عنده مكانش عنده من الخبرات فكانت انا عارف انت اجوز شباب ان انا لقى ازاي النادل انا عايز اطلع ايه انا عايز اطلع ايه اعلعب في المكان اللي انا عايزه والكلام ده كله يمكن الكابتن عليها في صدق بقى جاي اخر يوم في الكيد كان لكنا في رمضان يعني فكلمني في التليفون فقال لي احمد دلوقت الوضع رامي ربيع جاي له عقد في البرتغال فلازم هنقيده كان هو خلاص لازم واحد يمشي خلاص يعني اخر حاجة يوم كان مستنين على امل ان رامي يخلص قبل ما القد يقفل تمام فبس فقال لي دلوقت رامي احنا مستنين ان هو يجيله عقد في البرتغال فلو انت مفيش منع ان انت تستنى ان انشيلك من القايمة ونقيدك فيها بعد ما رامي نقيده يعني بعد ما نبيعه وانت تقيد مكانه فانا حاسيت ان هي الصعبة شوية ان انت هيشيلك عشان لبالما العيب طبعا يحترف ويرجع ايدك تاني فقال فقالت لك بالتوفيق ليكو وانا لأ انا خلاص هحابي هروح المكان ايه اللي انا عايزه ورب نكرك فكان لو انا لو اللحد يرجع بينا تاني الزمن طبعا 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 ما يفعش كلام بس هو كان الواحد صغير لو رجع بجي الزمن كنت هتعمل ايه؟ كنت هفضل عادي في البيت طبعا لحد ما الواحد يرجع تاني او كنت هروح عارة او كنت هروح عارة وارجع برده يعني الواحد ياخد فيها خبرات ويرجع تاني بيته محاولتش في النص بقى يعني في رحلة اللعب في كذا نادي في مصر محاولتش في النص ترجع النادي الاهلي محدش عرض عليك محدش كلمك قالك ممكن ترجع النادي الاهلي بس يعني فيه فترة من افضل فترة اللعين كنت في نادي المصر يعني افضل موسم اللعين في الحابة اللعين اللعبتهم يعني تمام بس كانت الفكرة كلها انت تعرف طبعا ان كانت الاحداث الصعبة ما بين الجمهورين الاهلي والمصري بخصوص طبعا احداث بورسعيد وكده فكان الفترة دي يعني كذا حد كلمني ان هو بتاع بس انا عارف ان الدنيا مش هينفع بالزبط عشان كان فيه حسية جامدة بس هيا دي الفترة اللي كان فيها كان ممكن الواحد يرجع بس هيا الفكرة لان النادي اللي كنت فيه كان صعب يعني طيب دي الفترة اللعبتها فيها مع المصر كانت احلى فتراتك فعلا بعد النادي الاهلي الفترات اللي بعد كده ليه مكنوش من احلى فتراتك برغم ان انت بقى مفروض نضاقتك بيرت بقى عندك من الخبرات الكبيرة اللي تخليك افضل بالزبط يمكن بعد ما مشيت من الاهلي روحت اسموحة الحمد لله قدمت اداء كويس ولعبنا في افريقيا كنت يعني احرصت اكتر من جون كنت ماشي معهم بسرة كويسة جدا ولعبنا دوري ابطال افريقيا وكون فدرلية مع اسموحة بس اللي بعد ما مشيت من المصر يمكن دي يعني دي برضو من ضمن الحاجات ان يعني اخترت التوقيت غلط بس انا كان عنده ظروف اسرية هي اللي رجعتني ان انا كان ولادي ومراتي وكلام ده كله فده اللي اكبرني ان انا ارجع ترجع الكاهرة اه بارجع الكاهرة على امبي لكن هو كان الطبيعي ان انا كانت الدنيا ماشية معيه كويس والوق بالزبط والواحد واخد وضعه والناس بتحبه والناس بتصك فيه فكان طبيعي انا كمل بس هاي الظروف دي هي اللي رجعتني